السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السابعة مساء من أعماق الظلام واليأس يولد دائما شعاء أول ضوء وفي غمرة المحنة يولد أيضا شعاء أول ضوء كلمات دائما ما كان يقولها الكاتب الراحل عبدالوهاب مطاوع ونحن كذلك النهاردة نبتدي حلقتنا بنشرة أخبار على السرية هناك جولة تفاوضية جديدة حول صد النهضة وهناك تأشيرات تقول أنه هناك حلا سياسيا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة تعلن المستهدفين من كورونا والوزيرة عانيت بعد التطايم ضد كورونا وزير التعليم محظوظين بالخفاض عدد الإصابات السيول تغلق أربع طرق في البحر الأحمر نادي القضاء عن طفل المرور ارفعوا أيديكم وفاة صحفي بريطاني شهير جولة مفاوضات جديدة حول صد النهضة ونضب القضاء عن طفل المرور ارفعوا أيديكم في زحمة الأخبار على السرية أفل لكم وقته وأتبكوهم دائفة في الصورة وعلى اطلاع جولة تفاوضية حول صد النهضة تنعقد اليوم جلسة جديدة للمفاوضات السلاسية حول صد النهضة الأسيوبي بحضور الخبراء الفنانيين والقانونيين من أسيوبا والسلاس ومص لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناكشة المقترحات المختلفة للمتفاوضية على أن يتم رفع نتيجة الجلسة على أن يتم رفع نتيجة الجلسة للوزراء هناك حلول كثيرة لصد النهضة حيث أنه سيكون اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأسيوبي وهو حلا سياسيا سيضمن للجميع قفض حقوقه وإن شاء الله سيكون هناك حلا جديدا حلا وديا أما بالنسبة للسيول فإن السيول ستكون خلال الثلاثة أيام القادمة في البحر الأحمر ستكون قوية جدا مما يكون هناك غلق البحر الأحمر الصحة تعلن المستهدفين من كورونا تعلن وزارة الصحة عن عدد المصابين عن عدد المصابين بكورونا مشاهدين الكرام سيكون بعد قليل معنا ضيف حلقتنا اليوم المفكر السياسي ورئيس حزب الشعب الديمقراطي سيادة اللواء خالد فؤاد سوف يلك علينا آخر الأخبار والمستجدات السياسية منها سير العمل الانتخابي ومعرفة القوانين الجديدة فاصل كثير ونعود إليكم جدينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى معنا سيادة اللواء خالد فؤاد المستشار القانوني ورئيس حزب الشعب الديمقراطي أهلا وسهلا فينا أهلا بحارتك في البداية حابب أسألك كيف ترى سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في 2020 أنا أرى أن العملية الانتخابية تعتبر أيقونة تضاف إلى الإنجازات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره على استكمال البنيان السياسي في مصر في خلال هذه الفترة والإصرار الذي تبثل فيه استكمال غرفتي البرلمان غرفتي التشريع في مصر اللي هو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ ومجلس النواب مجلس النواب بالفعل تم هي آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء إيه الإحداثات اللي لازلت لأن حدث يعني قال له لباتر 50 جنيه وقال له لـ 70 جنيه في محافظات ومحافظات أخرى أنا أعتقد أن قانون التصالحات كان وسيلة من الدولة لأجل مواجهة الاعتداءات التي تمت على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية طبعا أولا ثم أملاك الدولة لأن مصر دولة زراعية هناك مباني كثيرة أقيمت على الحيازة الزراعية ونحن نعلم أن مصر بتعيش على شاطئية النيل يعني إحنا بنعيش على حوالي 7 أو 8% من مساحة مصر فلما يبقى فيه مباني عشوائية تؤدي إلى التهام المساحة الزراعية بالإضافة إلى مخالفات مباني بتضغط على المرافق المختلفة وتؤدي إلى فشل المرافق لأن المرافق من مياه وصرف الصحي مجهزة لأجل عبء أو حمل معين لما بيحصل زيادة وضغط عليها بشكل كبير بيؤدي هذا إلى فشل الملمح الأول من ملامح الإيجابية في التصالحات أولا مد مدة التصالحات إلى نهاية شهر نوفمبر وبالنسبة للتقليل يعني فيه محافظات نزلوته 50 وفيه محافظات نزلوته 70 يعني الكيفية إزاي يعني القانون ده نزل إزاي يعني شماله محافظات 70 ومحافظات تانية 50 حضرتك تعلم المليقين أن هناك اختلافات في القدرات الاقتصادية للمواطنين وهناك محافظات هناك محافظات زياد كسافة سكانية قليلة وهناك محافظات كسافة ليلة كسافة ليلة جدا زي الودي جديد هناك محافظات الكسافة السكانية فيها بتصل إلى 2 أو 3 في كيلو متر مربع فلا يمكن أبدا أن يتم المساواة ما بين محافظة زي محافظة الودي جديد ومحافظة القاهرة يعني بتحسب حسب الكسافة حسب الكسافة والمستوى الاقتصادي تعلم علم اليقين يعني مستوى المحافظة دي الاقتصاد عالي ومنخف نحن نتكلم بكل صراحة نحن عايزين نأكد على أن هناك عدالة العدالة تقتضي المساواة أحيانا والمساواة تقتضي أن أنا أساوي ما بين الأشخاص وفقا لظروفهم الاقتصادية الظروف الاقتصادية للمواطن في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة تختلف عن الظروف الاقتصادية للمواطن يعيش مثلا في حي الأحياء الراقية زي الزمالك زي بعض الأماكن وبالبلد كده حارتك تعلم كمصري أن الجنيه قمته في القاهرة غير قمته في أي محافظة من المحافظات في الريف لأن قوته الشرائية أكبر في المحافظة ليه؟ لأن مستويات النقل الداخلي مثلا بيبقى فيه الخمسين قرش والخمسة وعشرين موجودين في الريف ولكن في القاهرة اختفوا تماما إذا ما قصنا هذا الأمر على ما قلته حارتك واللي بيعتقد البعض أنه نوع من عدم المساواة لأن في ناس تقول لك يعني شمعنا المحافظة ليه كذا وإحنا المحافظة ليه كذا في ناس تجي تقول لك كده إحنا مظلومين شمعنا كده أقول لك حارتك الحقيقة الحقيقة اللي إحنا لمسنا وعرفنا أن القوة الشرائية للجنيه بتختلف من محافظة لمحافظة وده كلام الاقتصاديين وكلام الناس اللي بتشتغل وبتحتك بالمواطنين في المحافظات المختلفة أنا وجدت في محافظات معينة أن الجنيه ممكن يكون بيستخدم بخمسين قرش أو مرتين بس يا فندي بالسلع كلها في مص يعني ايه في تسعيرة وموحدة لا لا يعني لا توجد تسعيرة جبرية في مصر لأن احنا انتقلنا من العصر الشمولي يعني ازاي يعني كل واحد يبيب حسب محافظة بمزاجه كده والله لا مش بمزاجه عمار بعد الحق الوقتي مفيش تسعير جبرية قول لي فين التسعير الجبرية دي تسعير الجبرية اختفت فين التسعير الجبرية اففف في السلع التمويني مش في كل ال popular يعني السلع التمويني السلع التموينين لللزين يحوزونا بطاقات تموين أما من لا يحوز بطاقة تموين خارج البطاقة التموينية فالسوق عرضه طيلا بس انبوبت البطباس مصعرة وقنونيا وأي حد يتعدى السعر لأ أنا معاك أنا أنا لا اقصد سيزا أحمد من الأسيوط هلو السلام عليكم سيزا أحمد عليكم السلام تفضّى الكلام بتاعتكم كمانة جميلة وتمنى أن نكلم على الوقات حلو مالذي سيزا أتكلم عندي كان كفنين تعالى العراق بالدولة سبعة من السبعة الدولة مالذي سبعة الدولة مالذي سامة يوضط التلفزيون شوه معليش يا فنة تفضّى مالذي مالذي هلو سيزا أحمد اه يا رجل تفضّى تم انزل التفنين تبع ترية حيث ما دلون القرر في جبل في أهلاف جبل يعمل التبعة الدولة اه أنا جدمت في السبعة المحافظ كنا عن السيد المحافظ جنا ندران الكفالة طبعا كن معاها في السواق الده نناد كرام من الربعة والمين ستة ما كنت معايا في لود الان عزيز سادق تحيى مصر سبعة سالة فهو الحال بل ستة كان الوقلي دمعت جمعي ودمعت في لود هو حالتك عايز تقنن وضع وضع يدك على قطعة ارض في درونكا ايه اللي جاره بقى قدمت طلب ولا لا انا مكنش قدمت جدك كن امتى قدمت بعد ما كنت وضع يدك عليها ولا قبل كده انا وضع يدك كنت عليها ستة فيها ستة ستينين اه اه انا مكنش معه فلوت اه انا مكنش معه فلوت فالستة عملت في جمعية فلياملية عملت جمعية جتة فمعه فلوت رحت لسيد محمد مصالح وربده مصالح لما يبتع في اثنين كانت فدخلتهم المصالحات اه 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 دخل في المصالحات اه بشكرك عزيز احمد شكرا جزيلا وهنشوف واسيب رقمه في الكنترول وهننقش مشكلتك ايه فضل يا فن فبن احارتك اثرت موضوع انبوبة التبوين الانبوبة 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 التبوين اللي هي الانبوبة اللي بيستفيد بها كل المواطنين ده موضوع يعني واحد هي فيها تسعيرة فعلا اه ومسعرة اه ودي ما فيهاش كلام والمواصلات يا فن المسعرة مش كله يعني ازاي مش كله حارتك يعني تسوي الصبح ياسحى الصبح بها زيو كلي قولك اللي اجرى خمسة جنيه لأ انا مقصودش كده تبع غابة بق انا مقصودش هذا اه لا المواصلات اللي تابعة الهيئة النقل العام مسعرة بتسعيرة وفقا للنظام بتاع هيئة النقل العام لكن كتير جدا من المواصلات الخاصة عرض وطلب ماشي الحاجة الخاصة ولاش يعني لكن المواصلات هي الشريحة الأكبر ايوة ماشي بس معظم السلعة يا فندم مسعرة ويعني مش مش كده يعني كل السلع ايه كل السلع مسعرة لا يعني تسعير جابري لا ولا عرض وطلب بنسبة 90% لا يعني الصبح الصبح مثلا ما يجيس سواء يقول الأجرى مثلا متحددة من الوزارة اتنين جنيه لو جيس الصبح وعمل قال لي وقال لي تلاتك دي قادر عمل فيه بأحضر واشتكيه انا مقصودش على خطوط السكك الحديدية ومقصودش خطوط هيئة النقل العام هناك شركات خاصة تعمل في مجال النقل حاليا هناك انت تعلم فيه تكاتب اه اعداد غزيرة جدا ده حقيقة بالنسبة لبعض الشركات التي تحكم عملية النقل في المدن منها حجم كبير من الشركات الخاصة اما انا مقصودش القطاع الحكومي اه انت مقصود القطاع الخاص اه مقصود القطاع الخاص يعني هل هناك سيكون حلا عسكريا ام حلا سياسي انا اعتقادي ان مصر استجابت الى دعوة السودان اه اخيرا الى استئناف مفاوضات سد النهضة المفاوضات السلسية هاي الجانب الاسيوبي عنده حالة من حالات التوتر ها والفزع ما هي اعتراضات اسيوبيا يعني ما هي يعني ايه اللي اسيوبيا مقترد عليه في مدن الخزان اولا اسيوبيا ها بتقول انا لم اقم بالتوقيع على معاهدة 1959 المعاهدة اللي كانت بتدي المصر الحق في نسبة 55 مليار اه مثل مكعب من المياه كانت اسيوبيا ساعتها تحت الاحتلال فبيقولوا احنا لم نوقع اه بيقولوا لم نوقع ولذلك الاتفاقيات دي باطلة واحنا مش معترفين بيها طبعا الكلام ده كلام غير قانوني وفيه اتفاقية دولية للانهار والقانونية للدولية وبحكمة الدولية ستحكم ذلك هناك اتفاقية دولية للانهار تحكم الانهار الدولية هناك انهار دولية وهناك انهار داخلية يعني نهر بيعدي على عدة الدول تحكم اتفاقية الانهار فيه بعض المشاكل المشابهة حصلت في بعض الدول ما بين مثلا المجر والتشيك اسمه نهر الدنوب بيعدي ما بين الدولتين الموضوع ده مشابه لموضوع مصر اللجعت دولة المجر الى محكمة العدل الدولية لاجل ضبط هذا الامر فطبعا احنا موضوعنا لو وصل لقدر الله لطريق مسدود زي بالحكومة الاسيوبية بتحاول ان هي توصله وتتلاعب وفكر ان هي اذا تخرج من المعادة باي شكل باي شكل وهي تريد ان تدخل الامور في بعضها وبتستغل طبعا ان شعبها متحمس الشعوب متحمسة دايما اكيد لبلد كل واحد متحمس لبلد اكيد يعني الا ان هما بيدخلوا الغشة على شعبهم في ان هما اصحاب قرار وان لا احد يستطيع ان يتدخل لا العالم الان ودي رسالة الاسيوبيا العالم الان اصبح قرية واحدة اصبح هناك نوع من السيطرة اكتر من الفترة اللي كانت فيه ازمينة اخرى مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية والدول المحبة للسلام ومصر بما لها من سقل وحضارة والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة عندهم قدرات جيدة جدا وكثير من الاوراق لكي يستطيعوا ان يحافظوا على حقوق مصر تمام ايه اهم الانجازات اللي تمت في عبدالرئيس عبدالفتاح السيسي والله انا شخصيا مؤمن بان كل حرف جاوز القرطاص ضاع بمعنى ان كل حقيقة لابد ان تثبت في الورق تمام مجلس الوزراء اصدر كتاب او مجلد فيه انجازات السادة الرئيس الانجازات دي انا يمكن طبعتها وجبتها علشان ما يبقاش كلام مرسل باسبتات وادل باسبتات وادل لا انت كثير من الناس دايما يعني اهو كثير من الانجازات قد اه تكون اه مثلا في وجه نظر بعض الذين يريدون اشاعة الشائعات اه مرفوضة وغير صحيحة وانها بتؤدي الى طبعا بيصير الشق السلبي اما ضوء الشمس فلا ينكره الا جاحد او اعمى ولذلك احنا يكفي يكفي اه الصرح الرهيب العاصمة الادارية الجديدة بس فينا انا بتجي تقولك كيف ايه اللي هنستفيدوا من العاصمة الادارية طبعا يعني فيه ناس كتيرة تقولك يعني عادين نوضح للمشاهد ايه الاستفادات من بناء العاصمة الادارية انا قدر اقولك ان اللي عايش في داخل القاهرة التي اصبحت كتلة من الحديد اه اصبحت كتلة حديدية اه مش قادرين نعيش فيها نتيجة انها كانت معدة سلفا لعدد ما يقرب من حوالي اثنين او ثلاثة مليون دلوقتي بقى فيها خمستاشر او سبعتاشر مليون مما يفكك الزحمة طبعا شيء فالرئيس بنظرته البعيدة ونظرته الصاقبة وضع في بداية عهده هدف انه يبني عاصمة جديدة لانقاذ مصر ده مش لاجل الوجاهة لا ده ضرورة حتمية الرئيس سبق عصره بهذا الموضوع لان عديد من الرؤساء الذين سبقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفكر في بناء عاصمة جديدة لا قد تكون هناك بعض الاقاويل ان بعض الرؤساء فكروا ولكن لم يفعلوا ولكنهم لم يفعلوا هناك فارق ما بين ان تفكر ما بين ان تفكر فقط وان تفعل في ظل مرحلة رهيبة من الصراع الدولي التي تضغط عليك لاجل الهائك عن البناء الداخلي وجعلك تلتفت الى هذه المشاكل الخارجية حتى لا تقوم بأي انجاز الرئيس استطاع انه هو برغب كل الضغوط الرهيبة البحيطة بيه انه يصمم على بناء العاصمة الادارية الجديدة محدش عارف ان فيه او عدد كبير من الناس مش عارف ان فيه مطار فيه مطار تفتح نعم فيه ناس كتيرا ما تعرفش مطار العاصمة ده تفتح يكفي انه العاصمة الادارية اصبحت جسر للتنمية ما بين الشرق في سيناء ومحافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية فهي قريبة جدا من المحافظات القناة هي جسر ما بين القاهرة القديمة المتهالكة وما بين الشرق متمثلا في المحافظات محافظات القناة وسيناء الحبيبة تمام هي ليس مجرد عاصمة لاجل لاجل تخليد احد لا الرئيس اكبر من هذا الاستفادة للجمال الاستفادة الحقيقية جمال وبالفعل وتقسيمات داخل العاصمة الادارية الجديدة أمر عظيم ومبهج ويؤدي الى دفع قوية الاقتصاد تمام بالنسبة للحزب الشعب الديمقراطي كنا عايزين نعرف كم امانة موجودة في الحزب وإيه افعال او نشاطات الحزب انا لسه جاي من حوالي عشر ايام من محافظة سهق وكنت فيه زيارة لاخ بيم وبعد كده المنشاة ثم الحرائزات الشرقية والحرائزات الغربية وعقدنا مؤتمر هناك وطبعا حزب الشعب الديمقراطي حزب بيقوم على الجهود الذاتية لأعضائه يعني ليست تمونا من احا بالفعل لسنا رجال اعمال يعني احنا مش رجال اعمال فطبعا ما احترام الشريط طبعا لرأس المال الخاص ولرجال الاعمال الا ان عزب الشعب الديمقراطي بيهتم بالبناء التحتي يعني البناء التحتي اغلبية مشاكل الاعزاب السياسية انها فوقية يعني يعني طبقية لعزة رجال الاعمال فوقية بمعنى ايه بمعنى ايه اما نشأت بحكم وبدأت بعد انشاءها بحكم محكمة او حتى بقرار من لجنة الاعزاب بتبحث بقى عن اعضاء في داخل 27 محافظة اه اما حزبنا احنا اه بحاول انه يبدأ من الارضية مش من فوق لان انا بقدم كل خدماتي للمواطنين المعدمين اه المواطنين بالفئة البسيطة بالفئة البسيطة اه طبعا مع الاهتمام بالعلماء والمفكرين والمفكرين اه امانة في الجيزة لدينا امانة في سهاج اه لدينا امانة في شمال سيناء اه خضنا بها الانتخابات الاولى مرة اه وخضناها بقيمة هالحزب الشعب الديموقراطي كان ليه فيه اعضاء مجلس النهوبي السابقة لا لم يكن له اعضاء ونظرا لان كان الحزب فيه بعض الامور اللي قدت الى نوع من التعويق لما سرته وطبعا الكلام ده مش خلال طب لا حضرتك ما ترشحتش في الفترة دي هقول لحضرتك اه انا لم اترشح لاني لم اكن مستعدا مع مجموعة من الامانات القوية اللي تساند لان مش معقول رئيس الحزب فقط اللي حينزل لا المفترض ان الرئيس الحزب ينزل ومعه مجموعة من الامانات لا تقل عن 15 امانة على الاقل تمام احنا اماناتنا دلوقتي حوالي 5 او 6 امانات على مستوى الجمهورية نحاول بنوع من الجهود الحسيسة ان احنا نمتد الى باقي الامانات انشاء امانة امر ليس هايم لان الامانة مش محافظة فقط لا انا في قراها ونجوعها اه يعني بالشرط ان انا راح مثلا زي ساكساك بس اه اه انا 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 نزلت على الحريزات اه نزلت على ال على ال على ال على ال على ال على ال على الاخمين اه فهذه الامور تتطلب جهود ووقت كبير واعتقد ان البناء بيتم وبطء دايما اه لكن الهدم سريع بالفعل تمام ايه تعديلات قانون التعليم بالنسبة للطفل والمدرس المدرس هو حالي قانون اه قانون التعليم انا يمكن الى حد ما اه الموضوع ده اه اه اسنته ولا اه لجنة التعليم في الحزب تمام لان هناك العديد من التطورات الكبيرة اللي حصلت للتربية والتعليم في مصر اه يعني اه اه اللاب اه دخول التكنولوجيا بشكل قوي جدا في العملية التعليمية اه نظام الامتحانات بس يعني ده كان عايز استعداد قوي وتدريب للطلاب اه لان احنا التكنولوجيا ما كناش متعودين عليها برطا عاول على هذا الحاجة فبت اه ان تأتي متأخرا خائرا من الا تأتي خائرا من الا تأتي احنا احنا اذا انتظرنا اذا انتظرنا اه الفترة الموقتية وظروف الموقتية فانا اعتقد عصدك انا انا اقول عشرات السنين اه نستنفذ وقتنا وآ وحياتنا وحيات أجيال كثيرة فالخطوة العظيمة اللي اتخاذها اه الوزير اللي انا بحترمه كثيرا وزير التربية والتعليم بدعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ننسى هذا الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي وقف مساندا ومؤيدا لجهود تطوير التعليم في مصر ودي نقطة احنا هنشعر بيها بعد مش هقول مستقبل هقول كمان سنتين ثلاثة هتشعر بيها كمان سنتين ثلاثة وده في حد ذاته نقلة جبارة للمجتمع ككل وأنت تعلم أن التكنولوجيا هي أساس قوة المجتمعات لكنه لك مشكلة مشكلة السناتر مشكلة السناتر اللي هي بتتحكم في العمليات التعليمية طب كيف يمكن حلها جيدة المشكلة حلها بطبع إن إحنا نحافظ برضو إحنا عايزين نحافظ على الطالب وبرضو نعطي للمدرس حقه يعني مش معنى إن إحنا نهتم بالطالب إن إحنا نتحب المدرس وما ندلوش حق كلام صحيح ولكن هل يرضي أحد إن المدارس تبقى خاوية على عروشها والسناتر هي التي تمتلق بالطلاب لا أنا بقول إيه إحنا عايزين نقننة يعني نحافظ على الطالب وبرضو ندل المدرس حقه ماديا حتى مفيش بامنا أنا أحراتك أقولك حاجة أنا ممن يدعو إلى إن العق المعلم يحصل على أجره بالساعة 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 أيو بالساعة حتى أجعل هناك عدالة لأن هذا الشخص هو الذي يشكل وجدان المجتمع المجتمع كأقول المهندس المحاسب من غيره ليس لو جل المجتمع كثير من المعلمين يشكون مر الشكوى ويبررون أنهم قد اتجهوا إلى إعطاء دروس كصوصية نظرا لظروفهم القاسية أو كله بيقولك يعني إيه إن المرتبات ضعيفة بالحق طب إحنا عايزين نلهي المشكلة دي ونعملهم رؤيات كويسة عشان نحاسبه ونقدر نقوله إن إنت لازم أن تشتغل ولازم أن تقول ماليكش حقا أن إنت تعمل دروس الحل في أولياء الأمور بمعنى؟ بمعنى إن أولياء الأمور الذين يقومون بدفع مئات الآلاف في السناتر بل ملايين آه أولياء الأمور يستطيعون أن يشكلوا أو الدولة تعمل صندوق للتعليم صندوق للتعليم يساهم فيه أولياء الأمور كان فيه زمان أنشطة مدرسية يعني يريد الأنشطة المدرسية تعد تاني يعني كنا وإحنا في المدرسة كان يبقى بعد المدرسة خالص نيجي مثلا حصة كده لمدرس وكلام ده دين عدم تخالص كان لها تأثير إيجابي جدا ده حقيقي وده ناشئ عن بس بقى لها فترة يعني معاش بشوفها محارتك المدارس دلوقتي مدارس اختفت وأصبح هناك سناتر آه بدل السناتر بقى يعني خلق بقى السناتر هو المدرسة المدرسة تلغت للي أنت حنفق بالزبط احنا عايزين بقى نعمل حاجة عكسية اللي هي نعمل فكرة خارج السندوق الدولة تشارك فيها بتقنين صندوق للتعليم صندوق التعليم ده هدفه الارتقاء بالعملات التعليمية والارتقاء بالمعلم أولا ايوه عشان ما يقدرنا حاسبه عشان ما يجيش يقولك أنا بدل دروس انتو بتدوني 1200 أو 1400 أو 1000 جنيه فتقدر تقوله انت بتاخد الراتب كبير قدم بقى ايه قدم الراتب اللي انت بتاخد هو ده اه انت جبت اللي أنا عايز أقوله اه 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 هو اه اه هو عديد من المنتمين الى الشهر العقاري موظف الشهر العقاري اللي هم الموسقين اه الموسق اللي هو بيعمل لنا التوكيلات التوكيل قادوا تمام بيقولوا احنا اللي بنحافظ على ملكية البلد تمام واحنا بوابة الحفاظ على الملكية تمام وعايزين يفصلوا نفسهم عن وزارة العدل اه بمعنى ان يبقى يهم استقلالية زي الخبراء تمام الخبراء برضو حابوا يفسلوا نفسهم عن وزارة العدل ولكن والا meth لم يتم لم يتم اطلاقا تمام فأنا أرى ان لو كل جهة ارادت ان تنفصل فبكرة حنلاقي المحضرين يريدون ان ينفصلوا عن وزارة العدل سكرتاريتي الجلسات عايزين برض انفصلوا عن وزارة العدل طب الله يبقى كده بالتراضي احنا بنعمل على تفتيت الكيانات طبعا كل واحد بقى في حاجة يقول لك انا استقيل مدرسين عايزين استقيلهم والمحاسبين عايزين بالزبط وبعد كده هتبقى فيه فترة بقى يقولوا احنا عايزين لوجه بقى وشعار وعلم لنا بقى كلام برضو اه بقى عايز بقى حاجة شخصية بقى يبقى عايز لرمز اكيه لا انا ارى انا ارى ان هناك عدالة في مطالبهم من ناحية الاهتمام بدعمهم ماليا لان طبعا فيه منع للتوظيف ما فيهش وزائف يعني فيه قلة من عددهم وهم على فكرة عملهم بالغ الاهمية والصعوبة والدقة يحتاجون لزيادة المرتبات يحتاجون الى كثير من الادوات والامكانيات التكنولوجية يحتاجون لتطوير القانون بتاعهم ولكن انا بكل امانة مش معاهم في الانفصال يعني انت ضد فاصل الشارع كده على وزارة العالم ولكن مع تحسين وظائفهم لان ده هتفتح للجميع ان كله عايز يستقيه بالنسبة لقانون الطوارق تم اعلان حالة الطوارق فعايزين نعرف المواطن ايه هو قانون الطوارق وليه وليه احنا بنفرده قانون الطوارق وضع سنة 58 ما تعطش النعرضة ولا مبارح ولا اول مبارح وضع منذ سنوات طويلة الحتمية او ضرورة فرض حالة الطوارق ناشئة عن ظروف تمر بها البلد احنا عارفين ان البلد على حدودها الغربية دولة انحلت دولة اصبحت جيشين وحكومتين وبرلمانين وفيها العديد من الجماعات الارهابية وفيها دول تتدخل بكل ما اتيت من قوة لاجل ان تجعل هذه الدولة خنجر في ظهر مصر 1300 كيلو طولي اللي هي ليبيا الشقيقة الحبيبة لنا جميع الحبيبة لنا ولكن احنا برضا عايزون نحافظ على وطن دي حقيقة نساعدها اه لكن لابد من المحافظة على وطن دي حقيقة واستقلال بالاضافة الى العمليات الارهابية التي تحدث احيانا في سيناء هذه الامور بالاضافة الى ان هناك ظروف كثيرة جدا في الجنوب جنوبنا جنوب مصر موضوع سد النهضة بالاضافة الى ان ما ننساش ان في مشاكل كثيرة جدا ودول ما بيننا وما بينها بالطيارة 50 دقيقة شبه نهارت زي سوريا كل هذه المشاكل وكل هذه العمليات الارهابية تدعونا الى الحيطة والحظة لكن انا يمكن بضم صوتي لصوت السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي اتكلم وقال ان قانون الطوارئ لا يستخدم الا في اضيق الاحوال لا يستخدم الا في اضيق الاحوال يعني هو لا يستخدم الا في حالات الارهاب وفي حالات ضيقة جدا جدا يعني مش عمل على بطار مش عمل على بطار يعني مش كل شوية دي حقيقة لا لظروف حياتها في البلد او للحفاظ على الامن القومي هذه الحقيقة وهو ادل بهذا التصريح منذ عدة ايام وانا اسمن هذا التصريح واكد عليه بالفعل لان مصر محتاجة ان احنا نشدد نوعا ما بغير تراخي وبغير تعسف وهذا ما تقوم به الدولة كيف ترى القاهرة الكبرى بعد نقل المؤسسات الحكومية الى العاصمة الادارية يعني هتبقى شايفة ازاي هل هتبقى افضل ولا ايه بصفتي من ابناء القاهرة ابن عن جد يعني من 200 او 300 سنة احنا اهل اهلي في القاهرة مسكة رأس اه مسكة رأسي واهلي واجددي اعتقد ان القاهرة سوف تعود الى وجهها الحضاري اه اللي فيه تناغم ما بين الحضارة الاسلامية والحضارة القطية وتعالق الاثنين بنهر النيل وهذه العظمة والجلال سوف يعود مرة اخرى وسوف يتم نفض الاتربة والغبار عن وجه القاهرة والازدحاء والازدحاء وفيه على فكرة فيه مشروع عظيم الرئيس قرر انه يعمله يمكن محنش بتكلم عنه مامشى اهل مصر اللي هو ايه اللي هو عالكورنيش عالكورنيش حيبقى فيه مامشى الاهل مصر تمام مامشى كبير جدا بداية من الشمال يعني رود الفرج والساحل وشبرة لغاية ما توصل لغاية بعد ما سبيره بقى وما بعد ذلك للمعادي فمامشى اهل مصر عالكورنيش بيتعامل دلوقتي دا يعني من اكتسابات العاصمة الادارية يعني لو لا العاصمة الادارية ما كناش دينا نعمل مامشى دا حقيقة وكذلك الاهتمام بالاماكة الحضرية في القاهرة القديمة يعني انا المس هذا تمام بيتم الاهتمام بشكل جيد جدا وضبط الامور بحيث ان داية دي مساحة للسياح والدخل والارتفاع بمستوى المواطنين في تلك الاماكن تمام كيف تم حل مشاكل سيناء من بناء من تعليم لانها كانت مشكلة كبيرة جدا كيف تم حل هذه المشكلة في خمس مدن اقيموا في سيناء في محطات تحلية اقيمت في محيرة البردويل تمام اللي هي مصدر للصيادين تم تطهرها تماما تم تطهرها بعد ان كانت قد امتلأت بالراتش والمخلفات المباني نعم سيناء كمتعبارة عن الله الرغاية اللحية الامنية الحمد لله اتزبطت بنسبة لا تقل عن تسعين في المية تمام باقي بؤر بسيطة جدا وجيوب بسيطة جدا يتم القضاء عليها تمام الامن والامان هو الاساس طبعا مد المية مد المية والسحارة سحارة سرابيوم ودخول المياه لسيناء حسب بالفعل تمام وبدأت حركة تنمية ويمكن الاعلام محتاج يركز شوية على التنمية في سيناء على شأن نعم ان شاء الله عليها تبقى أقوال وعفاعل تم ثلاثة بالفيديوهات برضه وبالالت طب في التعليم يعني كنا يعني شايفين ان ما فيش في المدارس وبشتكم الموضوع المدارس ده في سيناء هل تم انشاء مدارس؟ هقول لعرضك حاجة طب الكسافة السكانية في سيناء تختلف تماما عن الكسافة السكانية في المحافظات الأخرى سيناء مكونة أو شمال سين نتكلم عن شمال سين تمام هي الشيخ زويد ورفح وبالوزة ونخل وبير العبد ورمانة تمام هذه سيناء تمام في جزء من سيناء في التأسيم الإداري تبع الإسماعيلية اللي هو قبل بالوزة قبل بالوزة اللي هي أول مدينة من مدن شمال سيناء أعتقد أنه نتيجة الظروف القصة بالهجمات الإرهابية المتكررة أدى الأمر إلى تأثر المدارس نوعا ما ولكن العملية التعليمية بس يعني هل تم في عهد الرئيسة عبدالفتاح السيسي بناء مدارس؟ أكيد طبعا العديد من المدارس تم بناءها في كل مدينة من مدن شمال سيناء يمكن العدد أنا أحاول أجيبه لحضرتك علشان يعني إيه نكون واضحين هو مش أقل من أقول له حضرتك المباني المدرسية عايز أقول لك أربعة وسبعين ألف واربعة فصل دراسي جديد على مستوى دفع وسبعين ألف أربعة تلاف تمنمية تمانية وخمسين مباني مدرسية أربعة تلاف تمنمية تمانية وخمسين يعني حضرتك عايز أقول لك إن مثلا في خمسة واربعين مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل واحد واربعين منها ألف بية وتسعة مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة هناك مدارس نووية وانشئات هناك مدارس نووية لأجل المفاعل النووي هناك مدارس رياضية هناك مدارس للمياه للعملين في المياه مدارس متخصصة هناك طفرة كبيرة أنا قلت لك التوتل بتاع 6 سنين 6 سنين أنا أعتقد أن شمال سينة استفادت بحوالي خمسين أو ستين مدرسة وده عدم مش قليل على فترة لأنه ما كانش يعني فترة السابقة كانش فيه تعليم وكانوا بيشتقوا جدا من موضوع التعليم ده جدا وصعبته دي حقيقة هو كان فيه مشاكل صحية خاصة بالمستشفيات هل تم بناء مستشفيات برضو ولا تم بناء مستشفيات بأجهزتها والأجهزة موجودة فأنا أعتقد لكن فيه بعض التخصصات زي المخ والأعصاب مثلا تمام التي يجي ندرة هذا التخصص في القاهرة تمام هي دي القصة دي المشكلة آه دي المشكلة لكن الباقي لكن الباقي متوفر وأنا على اتصال بأهلنا في شمال سينة وبأمانة شمال سينة يعني عندي أمين الحزب في شمال سينة وأمين التنظيم الأستاذ محمد بمدوح بتابع معها بشكل دوري ودائم تمام بشكل دوري ودائم شرفتنا سيدة اللواء خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي شرفنا بي أهلا بي مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة غديدة من برنامجكم السابعة ومساء شكرا